من فترة كتير قصير انتهى السلون الزهرة وبعده لهلأ العالم عم تحكي فيه خبرينا اليوم انت كنت مشاركة بهذا العمل شو الأثر اللي تركته فيك شخصيتك؟ الشخصية أدما العالم كرهوها أدما صاروا يحبوها يعني شوي لأنه سلون الزهرة كله منه يعني منه مسلسل بمعنى هو خفيف بقى كل الشخصيات هي خفيفة هي يمكن قلتها قبل بمقابلة تاني انه كأنه نحن ببستان وكلنا ظهور كل زهرة موديلة شيء ولونة شيء وشكلة شيء وهالمجموعة كلها كونت بألوان حلوة وأكيد إخراج مميز كونت هالمسلسل يعني الناس كتير حبته أنا مبسوطة من تفاعل الناس أكيد وكنت عارفة انه المسلسل رح بياخد انتشار جماهير لأنه هو جماهيري يعني خبينا اليوم عن علاقتك بهنا دين النجام وكيف كانت عرسات يعني كنا عم نشوف مشاهدة كتير مهضومة خبرينها هيك الأشياء هيك مهضومة ورا الكواليز أواشياء كنت شوية لانهام لأنه ما بعرفها قبل لنا دين وتفجأت انه إنسان كتير متواضعة وكتير مهضومة يعني مهضومة عسات هي بتنكت وبتتعاطم على الكلب كتير طبيعية وهيدا الشي بريح بريح لما سلية لقبالة مشاهدنا ضجت فيها سوشال ميديا وضجت فيها الناس تيك توك وعلى يعني انتشرت بشكل مش طبيعي لأنه حاسوا ناس بركة في هيك كامستري بيني وبين ندين عرفنا كيف نعمل بيمبون لأنه هو التمثيل كمينا بيمبون بين المسلات بين المسلين فالحمد الله أنه رغم أنه دوري صغير قدر هيك شوي ياخد مطرحه بهالموسم هيدا أنا ما كنت تعرفيها شو شي الليك اكتشفتي فيها وهيك اتفاجأت أنه معقول تكون ندين جام هيك كتير ندين كتير ورغم أنه هي نجمة كبيرة يعني يمكن هي أقوى نجمة هلأ بالعالم العربي بس ما بتتصرف على هالأساس وهيدا شي كتير حلو ما بتتصرف بمعنى أنه أنا النجمة أنا بالصومعة أو بمطرح هيك أعلى من الباقيين وكتير تحترم المسلين اللي معا بتقدر أنه في ناس عندها خبرات بتاخدوا بتعطي بتقترح بتسمع اقتراحات هيدا شي كتير حلو اليوم شفنا على السوشال ميديا كتير عم بينحكى بردة فعل ندين واتا كانوا عم بيحكوا عن موضوع الجمال فقلت لون فيلر وبوتوكس وخلصنا بقى وهيدا من النجمات الأقلالي بيطلعوا بيحكوا بيعترفوا بهوض الأمور دايما بقولوا اشربوا ماي وهو الأمور هلأ ما ننسى وشانونا دي ملكة جمال يعني هي مش ناطرى شهادتنا بجمالة هي مرة كتير حلوة فإذا هي اختارت أنه بترتاح مع شكلة بالبوتوكس أو بالفيلر أنا بحترم رأي يعني مش خيارة بس أكيد بحترم خيارة وهي مهضومة وهيدا الرد يلي ردته كرميلة تسكت كتير ناس كمان بركبين تقدوها بركبين مش مبسوطين يعني أو بس بالنتيجة مهم واحد هو يكون مرتاح مع حاله على المراية هيدا أهم شي